علاقات متوترة واتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو بسبب الأزمة السورية سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة اتهمت روسيا بعرقلة مجلس الأمن من اتخاذ أي قرار بشأن سوريا عملت واشنطن مع عدد من حلفائها على تشجيع الأطراف للالتقاء حول طاولة للحوار ولقد عملنا على ذلك مع بعض المجموعات المعارضة القول إن هناك حلا عسكريا للصراع في سوريا أشبه بالدعوة إلى انهيار الدولة الأزمة عكست آثارها على وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال حضوره قمة العشرين في روسيا خاصة مع تعرضه لمزيد من الضغوط من قبل زعماء العالم لإثنائه عن القيام بعمل عسكري ضد سوريا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين رفض مناقشة الموضوع في جدول أعمال القمة وطرحه للنقاش خلال مأدبة عشاء روسيا رفضت بشدة الاتهامات الأمريكية لها بأنها تمد نظام الرئيس السوري بشاري أسد بأسلحة كيميائية وقالت إنه إذا وافق الكونغرس على توجيه ضربة عسكرية فإن قراره سيكون غير شرعي يركز الجميع على تصويت الكونغرس لكنني أريد أن أقول شيئا آخر إذا جاء تصويت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية فإن هذا القرار سيكون غير شرعي بدأ بوتين أوفر حظا من أوباما حينما اتخذت الصين والاتحاد الأوروبي والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان مواقف ضد احتمال التدخل العسكري في سوريا ومشروعيته مواقف قادة الاتحاد الأوروبي أقوى حلفاء الولايات المتحدة جاء مشابها بقولهم إنه لا حل عسكرية للصراع في سوريا فرانسا كانت الاستثناء الوحيد بدعمها لأوباما في هذه المعركة واستعدادها للمشاركة في عمل عسكري لم يعقد أوباما اجتماعا ثنائيا مع نظيره الروسي ولا محادثات خاصة مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تحرك اعتبره البعض إضعافا للعلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن بعد تصويت البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي ضد المشاركة في التدخل العسكري في سوريا قرار مجموعة العشرين بخصوص سوريا لن يكون ملزما لكن يبدو أن بوتين يرغب في إيجاد توافق على تجنب العمل العسكري ما سيكون نصرا شخصيا له وقد بدأت القمة في مدينة سان باترسبرغ الروسية للتوصل إلى موقف موحد في قضايا النموي والتجارة ومناقشة قضايا الاقتصاد العالمي مهى سكر بي بي سي